درس الهدف أن نستعمل حساب قيم الدوال المثلثية في إيجاد القيم الفعلية هدفنا الثاني أن نوجد قيمة كل من الجيب وجيب التمام بمعلومية نقطة على دائرة الوحدة أما هدفنا الثالث فأن نوجد طول الدورة فخلونا مع بعض ناخذ أول مثال فعندنا السؤال يقول أوجد القيمة الفعلية لكل مما يأتي فأول دالة عندنا ساين الخمسمائة وخمسة وثمانين درجة لو تلاحظون زاوية الخمسمائة وخمسة وثمانين أكبر من الثلاثمائة وستين فلأنه هي أكبر من الثلاثمائة وستين معناته هي ماخذة دورة كاملة وزيادة فإحنا راح نقول أول خطوة خمسمائة وخمسة وثمانين ناقص ثلاثمائة وستين راح يعطينا الزاوية مائتين وخمسة وعشرين نبي نشوف المائتين وخمسة وعشرين في أي ربع موجودة لأن قيمتها بين مائتين وثمانين ومائتين وسبعين فهي في الربع الثالث فلأنه في الربع الثالث راح نطلع زاوية الأسناد فزاوية الأسناد راح نقول مائتين وخمسة وعشرين ناقص مائة وثمانين يعطينا خمسة واربعين فحن بني بنقول ساين الخمسة واربعين بس لو نتذكر أنه نحن لازم نعرف الزاوية في أي ربع ليش نبي نعرفها في أي ربع لأن الدوال المثلثي يعتمد على مكانها في الأربع إذا كانت قيمتها موجبة أو سالبة فلأن الزاوية موجودة في الربع الثالث فالساين في الربع الثالث سالبة فراح نقول سالب ساين خمسة واربعين فراح يعطينا سالب جذر اثنين على اثنين وهو الجواب النهائي طبعا إحنا قبل أن ينحل كامل ناخذ السؤال نحطه في الكالكليتر ونكتب الجواب على صوب لازم الجواب اللي طلعناه بالكالكليتر في البداية يساوي الجواب النهائي جذي انتهينا من السؤال الأول خلونا مع بعض ننتقل إلى السؤال الثاني فسؤالنا يقول نبي نوجد قيمة كوساين خمسة واربعين مضروب في كوساين مائتين وعشرة فهني بدل ما عندي دالة واحدة صار عندي دالتين مضروبين في بعض فاش راح نسوي؟ راح نحل كل دالة بروحها فأول واحدة راح نقول كوساين الخمسة واربعين نشوف زاوية الخمسة واربعين لأنه هي في الربع الأول فالزاوية ثيتا راح تساوي زاوية الأسناد فثيتا تساوي ثيتا برايم تساوي خمسة واربعين درجة فدايركت نقول كوساين الخمسة واربعين يعطينا جذر اثنين على اثنين خلصنا الدالة الاولية نشوف الدالة الثانية نشوف الزاوية مائتين وعشرة لأنه هي في الربع الثالث فراح نقول مائتين وعشرة ناقص مائة وثمانين راح يعطينا ثلاثين درجة وهي زاوية الأسناد فدايركت راح نقول كوساين الثلاثين بس قبل أن نقول كوساين الثلاثين الكوساين في الربع الثالث قيمتها سالبة فنفس ما سوينا في الساين في السؤال اللي قبله نسوي فراح نقول مائنس كوساين 30 فراح يعطينا مائنس روت 3 اوبر 2 فراح نضرب الجذر الثنين على اثنين في سالب جذر ثلاثة على اثنين فراح يعطينا سالب جذر ستة على أربعة شذي أعزائي الطلبة انتهينا من أول تمرينين خلونا ننتقل مع بعض إلى التمرين الثالث في التمرين اللي عندنا نبي نوجد قيمة كوساين سالب 2 باي على ثلاثة زائد 1 على ثلاثة مضروب في ساين ثلاثة باي طبعا هني لو تلاحظون عندي دالتين مجموعين مع بعض وغير أنهم مجموعين مع بعض عندي الدالة الثانية اللي هي دالة الساين مضروبة في 1 على ثلاثة فأول خطوة بنحل كل واحدة فيها بروحها فعندي أول شي راح نحل 1 على ثلاثة ساين ثلاثة باي طبعا هني لو تلاحظون أن الزوايا اللي عندي موجودة بالراديان فأول خطوة راح نحول من الراديان إلى الدرجات فراح نقول ثلاثة باي مضروبة في 180 درجة على باي راد نكنسل الباي مع الباي ونضرب الثلاثة في 180 راح يعطينا 540 درجة طبعا زاوية 540 أكبر من 360 فنفس ما نسوينا في السؤال اللي قبل راح نطرح 540 نطرح منها 360 فراح يكون عندي 540 ناقص 360 يساوي 180 درجة 180 درجة هي زاوية ربعية لأن احنا خذنا في الدرس السابق أنه عندنا الزوايا الربعية اللي تكون على المحاور فدايركت راح ناخذ ساين 180 راح يعطينا صفر فصفر في ثلث بعد صفر فالجزء الثاني عندي قيمته صفر نشوف الجزء الأول فراح ناخذ كوساين سالب 2 باي على ثلاثة فأول خطوة راح نحول من الراديان إلى الدرجات فراح نقول صفر 2 باي على ثلاثة مضروب في 180 درجة على باي رعد راح نختصر الباي مع الباي وراح يعطينا صفر 120 درجة نزين الحين الزاوية اللي عندنا هنا بالصالب فاش راح نسوي نبين تخلص من الصالب عشان نتخلص من الصالب راح ناخذ الزاوية نجمعها معه 360 فراح نقول صالب 120 زائد 360 عندنا إياها 240 درجة والـ 240 في الربع الثالث فراح ناخذ الزاوية فيتا اللي أوجدناها ونوجد لها زاوية الأسناد فراح نقول أن ثيتا برايم تساوي 240 درجة ناقص 180 درجة راح يعطينا 60 درجة طبعاً انت تذكر بعد لازم نعرف الكوساين في أي ربع تكون صالب وفي أي ربع تكون موجب فلأن الزاوية في الربع الثالث وعندي إياها كوساين فأيضاً راح تكون صالبة فراح نقول صالب كوساين 60 درجة يعطينا صالب نص فأوجدنا الجزئية الأولية والجزئية الثانية الحينش بنسوي مجرد بنجمع الجزئيتين مع بعض فعندي الجواب النهائي راح يكون صالب نص زائد صفر فبيكون عندنا قيمتها صالب نص طبعاً مثل هالسؤال وايد مهم فركزوا فيه وردوا يعيدوا مرة ثانية عشان يركز في مخكم خلونا مع بعض ننتقل إلى هدفنا الثاني فهدفنا يقول أننا نبي نتعرف أول شيء على دائرة الوحدة شنو معنى دائرة الوحدة؟ احنا عندنا دائرة ليش سميناها دائرة الوحدة؟ دائرة الوحدة اللي ميزها أن قيمة الر فيها تساوي الواحد نصف قطرها واحد فاحنا لو خذنا نقطة على دائرة الوحدة ويننا بنطلع قيمة الساين وقيمة الكوساين لو تذكرون في الدرس السابق خذنا الدوال المثلثية الست وقلنا أن كل دالة يقابلها قيم بالنسبة حق الـ x وال-y وال-r فخلونا نتذكر مع بعض أن ساين الثيتا تساوي y على r فلأن حين هنا الر قيمتها واحد فراح تكون عندي ساين تساوي فقط قيمة ال-y بنفس الطريقة بالنسبة حق الكوساين كوساين الثيتا خذنا من قبل أنها هي x على الر فلأن الر واحد فراح تكون عندي فقط x فاحنا الحين لما يعطونا نقطة على الدائرة قيمة ال-x راح تساوي الكوساين وقيمة ال-y راح تساوي الساين فعندنا p of x y تساوي p of cos theta sine theta فخلونا نأخذ مع بعض السؤال عشان نفهم اللي صار منه شوي فالسؤال يقول إذا كان الضلع النهائي للزاوية theta في الوضع القياسي يقطع دائرة الوحدة عند النقطة p 3 over 5 و-4 over 5 فأوجد قيمة كل من cos theta وساين theta فأول خطوة راح ناخذ النقطة اللي عندنا ونقول إنه x 3 over 5 وال-y minus 4 over 5 فناخذ ال-x نساوي بالكوساين وناخذ ال-y نساوي بال-sine فراح نقول إنه cos theta يساوي 3 over 5 وساين theta minus 4 over 5 بكل سهولة نأخذ النقطة نساويها بالأعداد وانتهى الموضوع خلصنا من هدفنا الثاني خلونا مع بعض ننتقل إلى هدفنا الثالث لو تذكرون هدفنا الثالث كنا نبي نوجد طول الدورة فخلونا مع بعض نتعرف إشلون راح نوجد طول الدورة فعندي طول الدورة شنو معنى الدورة؟ لو تذكرون في مقرر الفيزياء الموجات اللي خذتوها إنه قلتوا الموجات هي عبارة عن تروح فوق وتنزل تحت عبارة عن موجة وخذتوا الطول الموجي وطول الموجي رمستولة باللمدة في الفيزياء هنا نفس الشيء الطول الموجي يقابل طول الدورة عندنا فلو تذكرون أن الطول الموجي كنتوا تقولون أه هو المسافة بين قمتين أو قاعين بنفس الطريقة طول الدورة هو المسافة بين قمتين أو قاعين فمثلا اللي عندنا هنا أن المسافة بين القمتين ذي لين عبارة عن 360 شلون طلعنا ها 360؟ قلنا 360 ناقصا صفر هل لازم بس من البداية يصير من مكان ثاني؟ طبعا يصير نقدر نقول إنه 540 ناقص 180 بعد راح يعطينا يصير جزئية ثالثة نقدر نقول 720 ناقص 360 بعد راح يعطينا 360 فبشذي أعزائي انتهينا من مفهوم طول الدورة خلونا مع بعض ناخذ تمارين توضح لنا كيفية إيجاد طول الدورة فعندنا السؤال يقول أوجد طول الدورة لكل دالة ممثلة بيانيا في كل شكل أدنى فعندنا أول دالة نبي نطلع طول الدورة فقلنا من شوي إن طول الدورة هو المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين فمثلا لو خذنا بين الاثنين والأربعة فراح نقول أربعة ناقص اثنين هل بس من هنا عادي مثلا ناخذها بين قمتين فنقول بين الاثنين والأربعة عندي ثلاثة وبين الصفر والاثنين عندي واحد فالمسافة بين القمتين ثلاثة ناقص واحد بعد اثنين انت لو خذناها من هنا لو خذناها من فوق عادي دائما راح يعطينا اثنين فسؤالنا الثاني عندنا الرسمة الموضحة اللي هي تمشي من زيرو بعدين باي تو باي ثري باي وهكذا طبعا هني لو ينا بنحسب المسافة بين القاعدين أو بين القمتين رح ناخذ الأعداد اللي في الوسط فلأنه هني بين الباي والتو باي عندي واحد ونص باي فشلان رح اكتبها رح اقول انه هي عبارة عن ثلاث باي على ثنين والاثنين ونص رح نكتبها 5 باي على ثنين فراح نقول ان طول الدورة هو 5 باي over 2 minus pi over 2 رح يعطينا 2 باي ليش قلنا باي over 2؟ لأنه هني قبل الباي بين الصفر والباي عندي نص باي فراح ناخذ من هني لهني هاي اول واحدة لو خذناها من فوق فراح يكون هني عندي 3 باي over 2 وهني عندي اياها 5 باي over 2 فراح يكون عندي 7 باي over 2 ما وين يبنى 7 باي؟ لأنه هي ثلاث ونص ف7 باي over 2 minus 3 باي over 2 رح يعطينا 2 باي فلو خذنا المسافتين بين قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين رح يعطينا نفس القيمة بشذي اعزائي الطلبة انتهينا من درسنا لليوم وانتهينا من جميع دروسنا للمقرر شكرا لحسن استماعكم واتمنى لكم التوفيق والنجاح وإلى لقاء ومع السلامة شكرا للمشاهدة